وعن المشروع التاعي بدأتوا بدروس الدعم كنت كين لحق اللافاك على ثلاثة ثلاثة ونص نعطي لهم أنه نقريهم مربعة الستة كنت نلحق بعناء للمنزل ملابسي ما زالها عالية ما نحيش ملابسي ندخل ديغاك توموا للصالون تعدرنا بدأت نقري دروس الدعم في الصالون تعدرنا بفوتاي وطابلو طابلو اللي ما زالوا معايا للآن طابلو هدك كما احنا قلوه فاتحة خير طابلو هدك ونديرو في ببيوتك نفتح القجر ونديرو ما عندي شوين نعلقو سالون طابلو نديرو في القجر ونديرو ونقري نشفاوين حتى نعطي لهم إكزارسيس ولا باش نختفروا حين راح نصلي صلاتي قضاء يومي صلاتي ولا ناكل هدك القهيوة ولا اللي توجدها لماما نحود نرجع لهم سما كون تنسي كفاش نوفق سما كنت نقرا في دوفاك ونقرا في دوفاك ونقرا في دوفاك والليل نجيبوش ما نرقوش حتى نجيبوش لازم تديريهم وي ولازم عندي تحضيرات لقد نقري رياضيات علوم فيزيال لقد أخوة ما تياغم اسما عندي مسئولية لقد وجد لهم ليسيجين وش راحة نقري اسما الليل تعي نجوزو هكذا وانه تجوغ على الخمسة خمسة ومستة سباح وهكذا يعني أيامي الله يبارك ليسماع يعني اللاجوغني تاعك يعني اليومك نقلو بلي ما عنديش 24 ساعة وش تخدمي تخدمي قيس 48 ساعة تنمون البروغرام تاعك كان بزيف بجرد عمر نعودو نحضرو على نقطة المعاناة كنتي حكيتي انه كنتي تدي معاك الخبز مدارد باش جزت ما ما تصرفيش مصروف كبير نعم في الفاك كنتي تدي معروفين بالدفوات هيكونوا على الوحدة دفوات هيكونوا على الزوج توجو كالترانسبور توجو كالفطور بره ما كانش تساعدني صراحة الابتاعي كان يوفر للمبلغ اللي نقدر نروح به بسرح ما يلبيش جميع الرغابات اللهوش كون تنذير انو نروح في الكو ستاع ستاونس ستاع سبعة غربة باش نلحق بتيديلي على الوحدة عزوج علش باش هادك المصروف نتدخلو كما احنا قولو صرف هادك تاربعالاف خمسالاف نخبيها ما نروحش بيها والفطور كنتي تدي معايا من ذاك مدار الباطاطا مغليا البيض الخبز يعني منجي راح يلحق وقت الفطور الباطاطا يباس الخبز هادك يولي يعني مش حاجة يتقبلها الإنسان يقول لك هادك الوقت مدابيين كل حاجة ما خير فلافا كنا نشوف وتانيك في هادك اللي غيستو تلقيهم عمرين نستاكل شف غرب عيني من غاغ موي نقدر نشري هادك الامر صح كشو كنا كنت نتحمل يعني هادك المصروف كان مصروف على مصروف كنت كنقري دروس الدعم نتدخل هادك دراعهم نخبيهم كوتي تحية والله غير تحية لك لأنه عباكم سوكتو سوكتو في الجامعة كين بزاف تنمر يعني أي حاجة ما تعجبش هي كما يقولوا من الليسي سواء ميتو حل الأطفال تعنا ما لغزمهم ما كين ليما مش مقاطرين هم الليبارون ديولهم على أنهم يتنمروا على الناس فما بالك أنه في الجامعة يعني متأكدة أنه يعني جاوك عيون مش عاجبتهم من الليسي حضروا هيتو قولنا بسكو على بلي بلين كين بزاف نسلا موشوفو فينا وحبو يديرو كيمانتي لكن من عيون الناس يقول لك لا لا ناج بخيفاق كينا كيما هوما ومبعد لعفيني غجي مورمان كيفش واجهتي هاد النقطة هاد هادك الوقت وي كان يصرالي هاد الامر أنه وين يلقى وقته كلي ماكلة مخالفة عليهم ستوكين طبقات طبقات الراقية ليشرووا براء يأكلوا براء كشو بتجو يخزرو فيك بالنظرات يستحقار نوعا ما يستحقروك يلقاوك بلي ما عندك شتراهم وطروحي في الكوس والأخر ويه أنا كانت عندي نظرة واحدة كنت نمشي عليها كانت تغيضني يعني هذه نفسية إنسان تغيضوا بسح كان عندي أنه مانا لازم تتحملي وش رويس رادوك على جل المستقبل تاعك ستتحمل عام عامين تلت سنين هذيك النظرة ومن تحملهاش 30 سنة 40 سنة سما لو كان ما انقاجيتش أنا هذيك الوقت ما رحش يجيك هكذا رزق يطيح بلا ما تتعبي والوالدين والدين يقدروا وش يقدروا يوفروا لك يوفروا لك مهما يكون والديك راهم كهينين اليوم غدوى 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 ماكاش والديك سما رح يجي وقت وين أنه لازم تعتمدي على نفسك كوي سما أنا ما كونش هذيك النظرة نلحق لدارنا ويضيق لي بسح ما نعطي لها شي قيمة كبيرة كنت توجه نشوف باللي الحاجة اللي نعطي لها قيمة كبيرة أنه ما نلوى شرحتكم في المستقبل هذي النقطة فقط من سالون تاع داركم ترقيتي وليتي في الكلوار وي كلوار ترقية هذي بعدها بعد ما كنت في السالون تاع دارنا كان عندنا لتحت كشو الكلوار عقدها شوي يعرض درت فيها طابلو طابلو تاعي تجوي يمشي معايا نلوى كنو عندي طروات طابل درتهم مورا بعضهم وصبغت هذيك الكلوار درت له ليزار شفي انداري هذيك الانتقال فقط حسيت روحي بالليل بخوشي تاعي بداوي حسيت اللي بخوشي تاعي بدا درت نادي اللي كان يسموه نادي ترباوي المانال نادي كنت نتعامل معها جمعية وين كانت نقري عندهم دروس الدعم رئيس الجمعية وفر لي الاعتماد انه تقدري تديري نادي تدري به دروس الدعم كما راهم يديروه حاليا كنت عادي ديرا نخدم الملساقات نقطعهم مانايا لسقهم كنت نوعا مهووسة بالالوان بالأوراق باللافيتات كنت نحب وكنت نقيم الحاجة مالقري هي صغيرة مكاش لي رحي قيمها بصح انا كنت نعطي اعتبار كل حاجة وبعدها من الكولوار وين راحت مانال؟ بعدها من الكولوار كانوا عندي صوم صغيرة تعد راهم كان عندي صوم صغيرة تعد راهم وانو دي سيديت باش نكري على براس ما نخرج للواقع غاراج صغير لقيت واحدة غاراج قريبة للحومات هذي كلا صوم جاز بالخمسالاف وربعالاف لك المبلغ وي جتا بهذاك المبلغ الصغير يعني كنت نسميها بناقوة الصرف نسميها صرف وي جتا بهذاك المبلغ وكنت اللوكال اللقيت وتكراره في الحومة مبلغ يعني كومي معاه مبلغ لا تلحقش لهذا المبلغ. الله وش درت تفاهمتي مع مو اللوكال قلت له إليه كان مو ممكن أني ندير معك كونترة عام صح نخلص لك ست شهر هذاك وش عندي. وأنا ما عنديش مبلغ تع ست شهر. ما عنديش أصلا نسماء رمية رجلي وما زال ما عنديش هذاك المبلغ. لكن قلت لك أن نمشي دائما بأنه رح يجي رح يجي الخير. الله هذا المبلغ سلفت. زيت سلفت مبلغ. يعني ما دخلت مين بابراسمال وقالي لا رجع ولا ما رجعش قلت على أساس 6 شهر. وبديت المشروع التاعي. بديت ليكوغ تسوتيان يعني كنت أنا هي الكل في الكل نقري جميع المواد. أنا اللي نفتح أنا اللي نغلق. أنا اللي ندير كلش أنا اللي نسيق هذاك لوكال صبح نكون أستاذة عشيا نعود نولي منظفة على لوكال وهكذا. ما شاء الله ما شاء الله بعدها شكرا. تحية صح. شكرا. تحية لأنه بليتي صح من نقطة الصفر. ولحقتي ولحقتي بعد خمس سنين صح؟ نعم. بعدها سنوات. كي بديت بهذاك لوكال بديت نطور شوية. بديت نرفض روحي. يعني هذي 6 شهر. بدوليزي يجيون يحضروا واحد يهضروا الواحد. الليباران يدروا فيك كنفيانس. كانت هناك مسؤولية اللي خديتي عليك هلك اللي وفتيتي عليها لأولياء. لأولياء إلا كانت الحجم مليحة رح تتمشي لك مش مليحة. إلا كانت حجم مليحة رح تتمشي لك حجم مليحة رح تتمشي لك حجم لأولادهم. وبعد راح ينقلوا يعني الأخبار صح لحقت المبلغ هذي كوست شهر يعني الحمد لله وفقني ربي وقدرت نخلص شهر تانين بدأ الأمل يكبر لي يعني بديت نحقق الحلم التاعي بديت يعني بالنسبة لي كان شيء عظيم هذيك الوقت وي كان شيء عظيم العام اللي بعده العام اللي بعده زدت جدت اني فكرة تاعة أطفال الأطفال تاعة تحضيري لأنه لوكال ديالي فارغ فارغ مع الصباح أنا كنت نقري دروس الدعم غير في المساء بس كوصبح كنت طالبة كنت بين باب الزوار وبين بوزريعة يسماها هذيك الوقر من الحق اللوكال تاعة نفتحه وغير على ثلاثة همس كنت الحق للمقر جاتني فكرة قاعدة نقول علش ما نزيتش ندير النهار ديالي اللي يكونوا فيه فارغ لوكال ندير نشاط آخر بس كو أنا كاريا كاريا جاتني فكرة